الله ليش يطي مجال للشيطان الله ما يتمكن يمنع الشيطان ليهش يقدر ولكن ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهذه الذين آمنوا إلى صراط مستقيم فتنة امتحار إذا الله يمنع الشيطان يأخذ الشيطان ويخليه بالسجن لا يلقي الشبهات لا يهيج الأوضاع فأين الامتحان في تلك الرواية فالرواية في موضوع آخر فبما يمتحن هذا الخار امتحان هم امتحان للمؤمنين هم امتحان للكافرين هاي القاءات الشيطان لاحظوا سياق الآية السياق المتقدم والسياق المتاخر كلها في هذا الإطار فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم هذا مو فقط في التاريخ حتى الآن في التاريخ أين ذهب معاوية معاوية وين الآن من منكم يعرف قبر معاوية وين معاوية اللي حكم الشام كم عام حكم الشام أظن أربعين عام حكم الشام معاوية الحاكم المطلق صار على أعظم امبراطورية بعد قتل أمير المؤمنين صلوات الله عليه واضطرار الإمام الحسن المشتبى صلوات الله عليه للهدنة أكبر حاكم قبر ما عندي الآن إذا واحد من ذرية معاوية إذا أكو واحد من يجرأ يقول أنا من ذرية معاوية يعني عار أنه واحد ينتسب إلى مثل هذا الرجل وأين علي صلوات الله عليه فينسخ الله ما يلقي الشيطان لا بأس أن نقرأ أبيات أحد الشعراء وقف على قبر معاوية روحه إذا رحت إلى الشام روحه إلى قبر معاوية للاعتبار يخاطب معاوية وقف على قبره أو عنوان قصيد على قبر معاوية يقول أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤدد وإراحات أين الدهاء نحرت عزته على اعتاب دنيا سحرها لا ينفد آثرت فانيها على الحق الذي هو لو علمت على الزمان مخلد تلك البهارج قد مضت لسبيلها وبقيت وحدك عبرة تتجدد هذا ضريحك لو بصرت ببؤسه لأسالمد معك المصير الأسود فاتخرب أصلا مو معلوم وينه لازم ترحون في أزقة الشام وتسألون لو يدلوكم عليها لو ما يدلو ترحون فاتبيت خرب موحش صدق واحد يشعر بالوحش موحش وضع البير يقولون هنا نقبر معاو هذا ضريحك لو بصرت ببؤسه لأسالمد معك المصير الأسود كتل من الترب المهين بخربة سكر الذباب بها فراحة يعربدو خفيت معالمها على زوارها مو معلوم وينه فكأنها في مجهل لا يقصدو ومشى بها ركب البلا فجدارها عار يكاد من الضراعة يسجدو والقبة الشماء اللي كانت عندك في حياتك نكس طرفها فبكل جزء للفنائبها يدو تهم السحائب من خلال شقوقها والريح في جنباتها تترددو هذا الجانب من هذه الصورة وأكو جانب آخر من الصورة قم وارمق النجف الشريف بنظرة أين معاوية وأين علي يرتد طرفك وهو باكن أرمدو تلك العظام أعز ربك قدرها فتكاد لو لا خوف ربك تعبدو الشاعر عندما قرأ هذا البيت تلك العظام أعز ربك قدرها فتكاد لو لا خوف ربك تعبدو وقال عبدت تلك العظام علي عبد في التاريخ متكاد تعبد عبدت يعني جماعة أله عليا وهم الغلاط طبعا منهجهم غلاط الغلاط كفار ولكن أين علي وأين معاوية أبدا تباكرها الوفود حرم أمير المؤمنين ملأ يهبط وملأ يعرج وفوت ملايين 1400 عام كم مليون جاءوا إلى حرم أمير المؤمنين كم مليون جاءوا إلى حرم الإمام الحسين في هذه الأربعينية شفتوا 500 كيلومتر أو أكثر حفات أو على أقدامهم جاءوا مشيا إلى الإمام الحسين أبدا تباكرها الوفود يحثها من كل صوب شوقها المتوقد فينسخ الله ما يلقي الشيطان راح معاوية وشيطنة معاوية وتشكيكات معاوية وتشويهات معاوية كان يقول علي بن أبي طالب ما يصلي على سبعين ألف منبر وعشرة منابر كانوا يلعنون أمير المؤمنين صلوات الله عليه سبعين ألف منبر وعشرة من فوقهن يلعنون حيدر خطيب الجمعة في يوم من الأيام نسي أن يلعن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في خطبة الجمعة في الطريق تذكر فوقف ولعن عليا وبني هناك مسجد ورح فينسخ الله ما يلقي الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا وبقي علي صلوات الله عليه طودا شامخا يتحدى الفناء ويتحدى الزمان ثم يحكم الله آياته هذا علي والطفلة ثلاث سنوات يمكن عمرها ترحون إلى الشام ترون لها حرمان وضريحان وقبتان رقيه حفيدة علي صلوات الله عليه ثلاث سنوات طفلة يعني من الناحية الظاهرية الملايين يأتون يلتجؤون إلى قبرها يحتضنون قبرها يستشفعون إلى الله سبحانه وتعالى بمقامها هؤلاء الذين قاوموا أهل البيت الآن دا يقاومون أهل البيت الآن دا يفجرون مراقد أهل البيت وأولادهم وأحفادهم في العراق لا تمضي دوره المذهب الكذائي في يوم من الأيام يمكن يأتي وقت الناس لا يعرفون كيف ينطقون بهذه الكلمة نطق الكلمة يتحيرون كيف ينطقون تأتي بس فترة امتحان إلهي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة